يهاب الناس كلها مهتمة انت شايف قيمة الجائزة دي في ايه يعني البلاندور دايما من الجوائز اللي كل لعبت الكرة في العالم يتمنوا الحصول عليها انت شايف قيمة الجائزة دي جات منين بالزبط الجائزة دي يا كابتن بتقولي ان انت أفضل لعب كرة قدم في العالم من أقدم مجلة تقريبا قروية في العالم وكانت في وقت ملوات مدمجة زي ما حراك عارف مع جائزة الفيفا كانوا لتنين جائزة واحدة ده كله ده قيمتها الكبيرة اللعيب بيحلم دايما لعب كرة القدم وحراك عارف الكلام ده انه يعانق أهم الجوائز في العالم أو أكبر الجوائز في العالم عندنا أهم جائزة بالنسبة للعب هي الكرة الزهبية الكرة الزهبية دي بيقولي انت اللعب رقم واحد في العالم ولكن هي لها شوية حسابات برضو الناس لازم تفهمها يعني القصة هي أولا مختلف لازم نفهم هي بينها وبين الفيفا الناس بيختلط عليهم الأمر لا ده مجلة فراز الفطبول اللي بتمنحها التانية بيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاختيارات هنا بيبقى من مدرب المنتخبات الوطنية وقادة مدرب المنتخبات الوطنية وأحد الصحفيين تلاتة بيختاروا ماشي بالنسبة خمسة أربعة تلاتة اتنين واحد طبعا لكل لعب بيختاروا تلات لعيبة أو اللعيب بياخد خمسة وكده الدراجات دي ولكن الاختيارات بتختارهم مجلة فرانس فطبول هي بتختار القايمة اللي من تلاتين لعب جيزة الفيفا حاجة تانية خالص الفيفا بتختار حداشة اللاعب في مختلف مراكز الملعب من الحارس المرمى لغاية المهاجمين بتختار حداشة اللاعب سنويا هم دول التشكيلة الأفضل للعام وبيتم اختيار من بينهم أفضل لاعب في العالم وبياخد جيزة الفيفا أورد أو جيزة الفيفا الأفضل لاعب في العالم وكمان من خلال البلندور كمان من خلال يعني بعض التقارير اللي تلعت قالت إن البلندور كمان حيدي جايزتين إضافة لطبعا البلندور أحسن لعب في العالم كمان هيحطوا أحسن نادي في العام وكمان هيحطوا أو أفضل طبعا هدف في العام ودي الجايزتين ما كانوا موجودين في البلندور بعد التقارير اللي طلع من فرنسا بتقول إنها حضيف جايزتين على الجائزة الكبرى جايزة يعني تيم أوف دا يير فريق العام وكمان على مستوى الهدفين هدف العام بجانبها كابتن هم عندهم من سنتين تقريبا ضفوا برضو كذا جايزة جايزة أفضل لعب شاب في العالم جايزة كوبا دي الكوبا اللي عملوها برضو فرانس فوتبول وعندهم جايزة أفضل حارس السنة دي برضو هيعلن بعد ساعة النظر بتقول فيه تلات حراس نوير وتيبو كورتوة ودونا روما الحارس الكبير بتاع باريسا جمعنا منتخب إطاليا تقالك هيكون منهم أفضل حارس في العالم عندهم مجموعة لعيبة شباب 10 لعيبة شباب أعلنوهم ما يختاروا منهم أفضل لعب في العالم بيختاروا داي برضو أفضل لعيبة في العالم كل سنة عن سنة البالوندور بتتطور بشكل كبير بتضيف جايز جديدة زي محرك قلت الجايز الجديدة اللي هيبدأوا يطبقها من الموسم اللي جاي بقت تقريبا الجايزة الأرفع شأنا والأكثر قيمة في عالم كرة القدم في العالم